أعلم أنه لا يمكنني الرجوع بالزمن لتصحيح تلك الأخطاء التي كلفتني الكثير ولكن ماذا لو كان السفر عبر الزمن ممكنا وقابلت ذلك الشخص السادج والمغرور الذي كنته سابقا ما هي أهم نصيحة سأقدمها له قبل أن يتورط في حب البرمجة ويفقد في شغافها للأبد للأسف لا نستطيع تغيير الماضي الخاص بنا ولكننا نستطيع أن نغير مستقبل شخص آخر ما زال في بداية الطريق للأفضل أليس كذلك؟ لهذا السبب سأشارك معكم وبكل أمانة سبعة أخطاء كلفتني قطعة من أجمل سنوات عمري كلفتني صحتي وكدت بسببها أن أترك شغافي للأبد وبالمقابل لا أريد منك سوى أن تتابع هذه المادة حتى الأخير وأن لا تكرر نفس أخطائي أعدك بأنني سأجعل وقتك يستحر هل أنتم مستعدون للبدء؟ أهي بنا لنبدأ على بركة الله الدرس الأول البرمجة ما توكل عيش داني أخبرك عن قصة أذكى إنسان في التاريخ إنه ويليام جيمس سيدس تعلم الأب جديه وهو ابن الستة أشهر ولما بلغ عاما ونصف من عمره بدأ بقراءة الصحف أما حين بلغ السابعة فقط أصبح يدقل التحدث بثمان لغات عالمية وفي عمره الثامنة كان قد أنهى التعليم الابتدائي واجتاز جميع الاختبارات للالتحاق بجامعة هارفورد وفي عامه السادس عشر سيصبح ويليام سيدس أصغر بروفيسور في التاريخ ولم يكد يبلغ الخامسة والعشرين حتى صار يفهم ويتكلم أكثر من أربعين لغة ويؤلف في علوم شتى أهمها علمي الرياضيات والتشريح ولكن مع كل هذا الذكاء الخارق الذي لم يأتي به أحد من العرب أو العجم هل تتوقعون أن الرجل عاش ثريا؟ بل العكس تماما لقد مات في الأربعينات من عمره وحيدا مريضا وفقيرا لقد فشل طيلة أيام هذا العمر القصير في تحقيق أي دخل مادي محترم وهذه ليست مجرد قصة حزينة أخرى تمر عليك دون عبرة يجب أن تفهم أن نبوغك فيما تفعل لا يعني بالضرورة أنك ستحقق الثراء أو العيش الكريم منه مهما كانت مهارتك قوية في البرمجة أو في أي شيء آخر صدقني هذا لم يجعلك تتقدم ماديا بل إنما قد يحصله العكس تماما لا تقلق أنا لست هنا لإحباطك بل لتقديم الحل ولكنني في المقابل أريدك أن تعينني انتباهك جيدا لأن ما سأقوله الآن قد يكون أهم نصيحة سوف تسمعها في حياتك العملية على الإطلاق توجد صفوة عظيمة من المبرمجين وأراهم من أنبغ الخلق وأرجحهم عقلا ولكن لو رأيتهم سوف يؤلمك حالهم وما آلت إليه ظروفهم من الحاجة وكلة اليد على الأرجح قد تكونين أنت أو أنت واحدا منهم كل هذه الطاقات المعطلة والمهدورة تشعرك بالحزن آسف لقد تأثرت رغم أنني وعدت نفسي أن لا أتورط عاطفيا في الأمر هذا ليس احترافيا على الإطلاق استسمح باختصال شديد نبوغك ما يوكل عيش لا تبالغ في تقدير عبقريتك لأن من أسسوا كبريات الشركات التقنية اليوم مواهبهم في البرمجة جد عادية مثل جيف بيزوس وستيف جوبس وإيلون موس مهاراتهم البرمجية ليست خارقة كما تعتقل مستوهم عادي كأي مبرمج آخر وربما أقل حتى إذن كيف حقق الثراء؟ الجواب أبسط مما تعتقد البرمج لوحدها لا تحقق الثراء أنت بحاجة إلى تعلم مهارات أخرى ألا وهي مهارات السوق إذا كانت لديك مهارات قوية في البرمجة زائد مهارات لا بأس بها في التسويق والبيزنس فاعلم أن هذه الخلطة هي سر الثراء وهكذا تؤكل الكتف إذا كنت لا تعرف كما ترى فهناك من يصممون برمجيات بسيطة جدا ثم يحولونها إلى منتجات أو خدمات ومع القليل من التسويق تباع للشركات أو للأفراد أعرف شخصا حقق ثروة لا بأس بها عبر تصميم برنامج صغير لإدارة الصالات الرياضية وقام ببيعه مقابل اشتراك شهري برنامج بسيط يستطيع بعضكم إنجازه في أقل من ساعة وفي المقابل أنت تستثمر نبوغك وعمرك في تصميم برمجيات معقدة ولا أحد يسمع عنها ولا عنك ثم تبدأ في لوم المجتمع وغيرك لأنهم لا يفهمون أفكارك أو لا يقدرونها السوق يا عزيزي لا يهتم إلا بالمنتج أعطه المنتج بأفضل طريقة تسويق ممكنة انزل من برجك العاجي وحرس كل الحرص على تبسيط لغتك ليفهمها العميل لأنه في الأخير غير مهتم بالتقنيات ولا باللغات اللاعبة التي تحسب نفسك رائعا وأنت تسرحها له بينما هو كالأطرس في الزفة العميل براغماتي ولا يهمه سوى المصلحة التي يحققها المنتج أخبره كيف سيسهل هذا المنتج حياته أو كيف سيضاعف دخله وأغره بسعر لا يستطيع مقاومته وانتهت القصة أما إذا كنت تسعى للوظيفة وتريد الحصول على عمل أو عقد فهناك ستحتاج أيضا التسويق لنفسك ومهاراتك بأفضل صورة ممكنة إذن ما أحاول قوله هنا هو عليك بتعلم المهارات الأساسية للتسويق والتواصل إذا أردت أن تضمن دخلا محترما فحتى أذكى رجل في التاريخ مات فقرا لأنه لم يكن يهتم لمهاراته التسويق والتواصل وكل ما كان وعيك بهذه المسألة أكبر كل ما كانت فرصك في تحقيق الدخل أكبر هل يمكننا نحن المبرمجين أيضا قيادة السيارات الفارهة والعيش في القصور الفاخرة؟ هل يمكننا أن نجوب العالم في الطائرات الخاصة كرجال أعمال حقيقيين؟ أتعلم أنا هنا ليخبرك أنه يمكننا ذلك أعلم أنه تصريح جريد؟ هذا البودكاست يمكنكم سماعه كامل على قناتنا الجديدة والتي سنخصصها للتجارب الشخصية والفيديوهات القصيرة واللايفات أيضا البودكاست يحكي تجربة مبرمج صغير مع التسويق قصة واقعية أنتظروا هجومكم على القناة الرابط في الوصف الدرس الثاني هو أكبر نظم في حياة مبرمج هل تعلم ما هو أكبر نظم في حياة كل مبرمج ناجح صادفته في حياتي؟ هل تعلم ما هو الشيء الوحيد الذي كانوا سيغيرونه لو عاذبهم الزمن للوراء؟ سيأتيك منهم نفس الجواب جميعا بأنهم لا يتحسرون على شيء أكثر من حصرتهم على التفريط في صحتهم ضعف ومشاكل في البصر ألم مزمن في الرقبة والضخر ومشاكل أخرى متعلقة بزيادة الوزن أو ضمور العضلات ناهيك عن بعض الإضطرابات النفسية مثل الاكتئاب ونوبات الغضب هذه هي الأشياء التي سوف تختبرها مستقبلا لا قدر الله ما دم تتجاهل أن لجسدك عليك حقا ما أرجوه هو أن تستيقظ من غفلتك قبل أن يصبح ما تخشاه واقعا وتقبل من أخيك بعض هذه النصائح التي لا تقدر بثمن لأنك تجلس لساعات طويلة فعود نفسك على أن تجلس دائما وظهرك بوضعية مستقيمة وصحيحة لأن الضغط مع مرور الوقت قد يدمر عمودك الفقري لا يهم إذا كنت ترتدي نظارات لحماية عينيك أو لا لأنهما في مرحلة ما ستسأثران بشكل خطير إذا لم تتوقف عن التحديق بهما في الشاشات طوال الوقت أريح بصرك من حين لآخر أغمضهما ولول ثواني لا يمكنك الجلوس أو الخمول طوال الوقت دون أن تهلك صحتك اشترك في الجيم أو على الأقل تمشى دقائق بالخارج ابتعد عن الأكل غير الصحي لأنه لن يؤثر على صحتك فقط بل وحتى على عدائك وستشعر بالتعب وعدم التركيز طيلة اليوم وعلى المدى الطويل سيدمع صحتك عليك أن تتعلم أن بعض المعارك لا يمكن أن تنتصر فيها إلا بالاستسلام إذا كانت صحتك هي الثمن فأي نجاح ستحققه بالأخير سوف يكون نجاحا بطعم حزيمة أتمنى من أي شخص يشاهدني الآن وعانى من هذه المشاكل التي ذكرتها أن يترك بالأسفل بعض النصائح للجيل الذي يليه للجيل الغافل الذي لا يهتم الآن لأن هذا الأمر بمتابة إنقاذ حياة أخرى من نفس الأخطاء وسوف يشكرونكم لاحقا نعم يجب عليهم ذلك الدرس الثالث البرمجة ليست عن الأكواد تحسن كتابة الأكواد وأنت ماهر في ذلك وتحفظ كل التعليمات عن الأرجح تشعر بالفخر وتعتقد أنني أمدحك الآن إذا كان كل ما تتقنه هو حفظ الأكواد وإعادة كتابتها فأنت لست مبرمجا وأنا آسف جدا لأنني قد أكون أول شخص تسمع منه هذا البرمجة ليست عن كتابة الأكواد البرمجة تدور حول قدرتك على حل المشاكل تسعة أعشار البرمجة هي عبارة عن Problem Solving عن التفكير الموجه بالحلول أو Solution Oriented Thinking كما يطلق عليه في الغرب إذن عليك أن تعلم بأن قدرتك على حفظ أكبر عدد من الأكواد والتعليمات لا يعني بالضرورة أنك مبرمج لأنه لو كان الأمر بهذه السطحية لجاز تلقينا البرمجة للقردة أعني ذلك حرفيا وليس على سبيل السخرية أعطني الكود لا تخبرني عن كيف يعمل أريد الكود أين الكود فقط أعطيني الكود المزيد من الكود لا أريد أن أفكر لا أريد لا خوارزميات ولا شرح فقط الكود هذا حال البعض للأسف وهكذا تعمل عقولهم والكثير من الأشخاص هنا يحفظون لغة البرمجة من ألفها إلى يائها كل الأكواد والوظائف والتعليمات مع هذا لا يستطيعون حل تمرين بسيط يتطلبوا دقيقة تفكير نهيك عن المشاريع الضخمة تعلموا لماذا؟ لأنهم اعتادوا البحث عن الحلول الجاهزة التي حفظوها مسبقا وليس لديهم القدرة الآن على استنتاج حلول جديدة ولا حتى على دمج الحلول السابقة للوصول إلى الهدف المطلوب أنا لا ألومكم اللوم يقع على النظام التعليمي الفاشل لأنه يقوم على التلقين والحفظ وليس على الفهم وقطعا ليس على قدرتك على الإبداع أو التفكير هذا الموضوع الكبير سبقا تكلمنا عنه في حلقة صعبة السؤال المهم الآن هو ما الذي يجعل مني أو منك مبرمجا حقيقيا؟ الجواب يكمن في كلمة واحدة الخوارزميات لماذا؟ لأن الخوارزميات هي البرمجة والبرمجة هي الخوارزميات حيث في الأخير يبقى الكود مجرد أداة للتعبير عن الحل تذكر أن الحل هو المهم ويكمن في طريقة تفكيرك وأنا أقول أنه إذا كان لديك الحل لأي مشكلة برمجية في رأسك واستطعت التعبير عنها بلهجتك أو حتى بلغة الإشارة فأنت مبرمج بالفعل فالكثير من الحلول والنظريات التي أوصلتنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وضعها لنا رياضيون وفيزيائيون معظمهم لا يعرفون أي شيء عن لغات البرمجة بل إن بعضهم مجرد روائيين وأدباء لذلك رجاء أن توقف عن التهافت وراء الأكواد والمبالغة في تقديرها واستخدام هذا الشيء للتفكير إنه ليس مجرد وعاء بالمناسبة عليك أن تتعلم أسس التفكير الخوارزمي وتدرب نفسك على مهارات حل المشاكل بدلا للبحث عن الحلول الجاهزة لأن هذا الشيء أقوى مما تتصور وعليك أن تبدأ في احترامه وتقديره تعلم لماذا؟ لأنك شخص مميد ويمكنك أن تحقق الكثير الدرس الرابع الطلب أكذوبة يحكى في حاضر العصر والزمان أن مليون مبرمج عربي سمعوا بأن لغة تدعى الـ PHP مطلوبة في السوق الآن فانطلق هؤلاء الفرسان يتعلمون من فنونها ألوان وألوان نعم تعلموا وحازوا الشواهد فتفوقوا على الأقران ولما جاء يوم الوظيفة الذي يعز فيه المرء أو يهان حدث لهم ما لم يكن في الحسبان فأل تعلمون يا سادة ما الذي حصل لهؤلاء الشبان؟ هذه لم تكن قصة خيالية وأنتم تعلمون فعلا ما حصل لهؤلاء الشباب أغلبهم ما زال يبحث عن العمل إلى الآن لا تسيء فهمه لغة الـ PHP لغة محترمة ومطلوبة جدا في السوق المشكلة فينا نحن نحن من ننظر إلى السوق بسداجة معتقدين أنه يخضع للطلب فقط وأننا سنصبح أغنياء فينتهي بنا الأمر أغبياء من أخبرك يا عزيزي بأن اللغة الفلانية عليها طلب كثير نسي أن يخبرك بأن العرض أكبر من الطلب بأضعاء وأن مقابل كل وظيفة شاغرة يوجد آلاف المتقدمين ثلثهم يملك مؤهلات أفضل منه وثلث آخر مستعد للعمل بنصف مرتبك وثلث أخير محظوظ بالواسطة والنتيجة شح في فرص العمل مرتبات أهزل وتقدير أقل أنا لا أنهاك عن تعلم هذه اللغة أو تلك بل العكس أريدك أن تتعلم أي لغة اللعينة ما أحاول أن أحذرك منه هو أن تبيع روحك لهذه اللغة وتراهن عليها بمستقبلك فقط لأن أحدهم خدعك بأنها مطلوبة في السوق وليس لأنك شغوفا بها حقا وهذا يذكرني بقول الرافعي رحمه الله أشد سجون الحياة فكرة خائبة يسجن الحي فيها ولا هو مستطيع أن يدعها ولا هو قادر أن يحققها رحلة التعلم لا يجب أن تنتهي عند لغة واحدة ولا يجب أن تنتهي بحصولك على شهادة أو ديبلوم وقطعا لا يجب أن تنتهي عند العثور على وظيفة حقيرة في مكان ما أيضا تذكر أنه يجب عليك أن تتعلم اللغات المتعددة لاستخدامات كمثل السي وبايتون والجابا سكريبت فهذه اللغات يمكنك أن تبرمج بها أي شيء تقريبا من الأجهزة المحمولة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مرورا بالويب وتصبيقات الحواسيب هذا لا يضعف فرصك في السوق فقط بل يؤهلك إلى العمل على مشاريعك الشخصية ولتذهب الوظيفة إلى الجحيم لديه سر آخر قد يضاعف دخلك دون الحاجة إلى بد المزيد من الجهد تعلم التقنيات العابرة للمنصات أو ما يطلق عليه بالكروس بلاتفورم تكنولوجيز وهي مجموعة من التقنيات وأطر العمل التي تسمح لك بإنشاء برنامج واحد يعمل كموقع أنترنت وفي نفس الوقت كتطبيق لأجهزة أندرويد والآيوويس نعم وفي الوقت ذاته أيضا كبرنامج سطح مكتب للويندوز أو اللينكس أو الماكينتوش كل هذا بدون أي جهد إضافي وبإنتاجية عالية وسرعة في الإنجاز وإذا كنت تسأل عن أهم أطور العمل لتطبيقات الكروس بلاتفورم فأنصحك بفلاتر وريأكت نيتيب وآيونيك أند قردوبا الدرس الخامس تعلم أي لغة اللعينة أراهن بأنك تعتقد أن هناك الكثير من لغات البرمجة أن لديك الكثير من الخيارات وأن لكل لغة أسلوب ونمط مختلف وأنك حائر مرهق ولا تعرف من أين تبدأ توقف عن التسويث وتعلم أي لغة اللعينة أي لغة اللعينة أفضل من لا شيء هي لك من سادج طيب القلب يؤسفني أنك ستصادف المزيد من الأوغاد الذين سيحذرونك من تعلم هذه اللغة أو تلك أعني أنهم أوغاد بغير قصد وهذا أكثر معنى لطيف لكلمة وغد سأخبرك لماذا أشعر بالاستياء إنهم يحذرونك من تعلم هذه اللغة وتلك كأنهم يخافون على مستقبلك ولا أحد منهم لا أحد يحذرك من هذا الضياع الذي تتخبط فيه الآن بينما يتقدم بك العمر وأنت لا تتعلم أي شيء توقف عن التسويث وتعلم أي لغة اللعينة أي لغة اللعينة أفضل من لا شيء لقد تعلمت أسوأ لغة برمجة في العالم في أسوأ مكاني ممكن لتعلم البرمجة لم يكن لدي جهاز كمبيوتر آنذاك وقد كنت أقوم باختلاس المصروف والاحتيال على الوالد للذهاب إلى السايبر جيل الألفية يعرف عن ماذا أتكلم الآن هل يمكنني القول بأن الفيجوال بايسيك لغة سيئة قذرة؟ نعم بالتأكيد وهذا رأي الشخصي المتواضع ولكن بدون تعلم الفيجوال بايسيك هل كنت سأتعرف على البرمجة؟ هل كنت لأجلس الأهن أمام الكاميرا وأتحدث إلى أشخاص رائعين مثلكم؟ وهل كان مجتمع مطوري اللغة ليثق بي؟ أشك في ذلك الشاهد من القصة هو أنه حتى أسوأ لغات البرمجة لن يضرك تعلمها إنما يضرك هو جمودك في مكانك بدون أي تقدم يذكر أعلم نوع الهراء الذي سستهلكه إنك تستهلك أي شيء يبقيك في منطقة الراحة تستيقظ كل صباح بدون أي هدف وتبحث عن المزيد من الأعذار لتبرير كسلك بايثون لغة بطيئة البي إيش بي تحتضر الجافا تراجعت السي ليس لها مستقبل والحقيقة أن الشيء الوحيد البطيئ هو أنت وشغفك هو من يحتضر وأنت من تراجعت لا أريد حتى أن أكمل الجملة ولا أتمنى ذلك فقط توقف عن التسويف أي شيء اللعين أي شيء اللعين ما زال أفضل من لا شيء الظروف سيئة أعلم ذلك كلنا مررنا بالأسوأ ولكن توقف عن جعل الظروف عذرا لعدم استمرارك وفي المقابل اجعل منها دافعا للنجاح الظروف السيئة دافعا قوي للتغيير والعمل الجاد الدرس السادس لا تكن أقفوذة الشخص الأقفوذة هو ذلك الإنسان الذي لا يثبت على حال في كل مرحلة التعليم فتراه يقفز من مجال لآخر من لغة برمجة لأخرى قبل أن يكون معرفة أساسية بالتخصص أو اللغة السابقة هذا النوع أول ما يبدأون نحلته في أي تخصص بالقفض على الأساسيات والانتقال إلى المستوى المتقدم منه مما يجعل قدرتهم على إتمامه مستحيلة ماذا يفعلون عندها؟ إنهم يضيفون هذا التخصص للسي في الخاص بهم وينتقلون لتخصص آخر زعيمين أن التخصص السابق لم يعد مطلوبا في السوق أو أي هراء آخر يقنعهم بأنهم يحسنون صنعا وهكذا يتكرر نفس الأمر مع أي تخصص جديد ومنهم يضيع كل عمره في هذا النوع من القفزات أنا لا أتكلم من فراغ فلقد كنت واحدا من هؤلاء الأشخاص في مرحلة ما من حياتي حتى أدركت حقيقة ثابتة ألا وهي أن تتعلم الكثير عن شيء واحد أفضل من أن تتعلم القليل عن كل شيء انتبه جيدا الشخص الأقفوذة قد تسول له نفسه أن يعرف الكثير من لغات البرمجة الكثير من التقنيات لكنه دائما في كل الحالات لا يستطيع إنتاج أي شيء ولا حتى حل تمرين بسيط وعادة ما يقع في مواقف محرجة بسبب جهله بالأساسيات التي يعرفها حتى لمبتدئون خذ مني هذه النصيحة إذا بدأت تخصصا ما أو لغة ما فلا تتوقف حتى تتقنها حتى وإن حاولوا إقناعك أن هناك أفضل منها حتى وإن أخبرواك أن هذه اللغة ليست جيدة أما من يقولون لك لا تتعلم هذه اللغة أو تلك فلا تلتفت إليه فالعاقل لا يقول أبدا للناس لا تتعلموا والعاقل لا يندم على شيء تعلمه أبدا كل الأشياء النافعة التي يجهلها الآن الدرس السابع حطم أصنامك هناك صنمين يجب تحطيمهما أولا الأول هو صنم بياعي الكلام من تجار التنمية الذاتية الذين وضعوا للناس مجموعة من القواعد التي لا ينبغي أن يشذ عنها إلا فاشل حسب زعمهم اسمعني جيدا فشلك في تنفيذ نصائح هؤلاء الأشخاص لا يعني بالضرورة أنك فاشل في الحياة ربما تلك النصائح لا تناسبك ببساطة أقول هذا لأنني تأملت 90% من نصائحهم فوجدتها نصائح عامة وغير عملية ستجاهل بشكل كامل أننا مختلفون عن بعض كبشر وما يصلح لغيرك لا يعني بالضرورة أنه سيصلح لك فالسيء الوحيد الثابت في طبيعتنا كبشر هو التغيير المستمر قد تكون مختلفا بشكل متميز فلا تحصر نفسك بداخل صندوق تعريفاتهم للنجاح والفشل لا أقصد التعميم بالمناسبة وأؤكد لك أن مجال التنمية البشرية كغيره فيه خير وشر مجال التنمية فلن كت髮 علي تهم ذلك هي حم 농命 المستمر وب 컨أثير وذي تعتبرأن تخبام يتحق نفسك وذلك استغرقت تقرض الصنم الثاني المبالغة في تقدير الأهداف من الخرافات الأكثر شيوعاً على الإطلاق التقدير المبالغ فيه للأهداف لدرجة أن هناك من يعتقد أن سبب فشله في الحياة هو عدم كتابته للأهداف بل من المفارقات المضحكة أيضاً أننا جميعاً لدينا ذلك الصديق الذي يكتب أشياء من قبيل سوف أصبح مليونيراً ويعلقها بغرفته ليشاهدها يومياً وهو منسدح بسريره أرسل له هذه الحلقة وعكر عليه راحته صدقني أتمنى لو كانت الحياة بهذه البساطة ولكنها ليست كذلك للأسف الأهداف ليست مهمة كما تعتقد فكلنا نملك أهدافاً في هذه الحياة هل يوجد شخص بينكم ليس من ضمن أهدافه أن يكون أفضل ويوفر العيش الأفضل لعائلته وللأشخاص الذين يحب؟ قد يقول قائل هناك فرق بين الأهداف والأحلام وأنا أقول هم الشيء ذاته إذا كنت لا تسعى لتحقيقها وقد جاء في الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تأملها جيداً ليس للإنسان إلا ما سعى ما هو أكثر شيء يندم عليه شبابنا؟ قبل أشهر انطرحنا السؤال التالي على متابعين في وسائل التواصل لو عاد بك الزمن خمس سنوات للوراء ما هي النصيحة التي كنت ستقدمها لنفسك؟ هل تعلمون ما هي أكثر ثلاث أشياء كانوا يندمون عليها؟ الندم الأول هو عدم بدئهم في تعلم بعض المهارات المفيدة مثل البرمجة واللغة الإنجليزية منذ خمس سنوات الندم الثاني عدم الاعتناء بصحتهم وممارسة الرياضة وهناك فئة كبيرة قالت أنها نادمة على وقوعها في إذمان الدخان أو المخدرات الندم الثالث متعلق بالسماح للعائلة أو الآخرين بتقرير مصيرهم أو مستقبلهم الدراسي تجدر الإشارة أيضا بأن معظم المشاركين كانوا وما زالوا يندمون على تقصيرهم في حق بعض العبادات كالصلاة وحفظ القرآن إذن أصدقائي أصدقاء مجتمع بايتون العربي ما هي النصائح التي ستقدمونها لأنفسكم لو عاد بكم الزمن خمس سنوات فقط للوراء؟ أخيرا إذا كنتم تعتقدون أن هذا الفيديو مفيد شاركوه مع غيركم ولا تدعوه يقف عندكم رجاء اجعلوه صدقة جارية خاصة أن المادة التي نقدمها خالية من أي شيء يتعارض مع الدين أو المبادئ لن يتبقى لنا إلا أن نشكر جميع من تطوع للمشاركة في إعداد وإنتاج هذه الحلقة أنا ومجتمع بايتون وكل متابعين المخلصين وأخص بالذكر أيضا داعمين الرائعين في منصة بيتريون إذا كنت تشعر بالغيرة منهم يمكنك الانضمام إليهم عبر هذا الزر الذي سيظهر على الشاشة الآن أريد أن أشير فقط إلى أننا قد توصلنا بتلك الجاذوقة التي وعدتناك